اشتركوا في قناة احمد فتح الله اللي هيتم فيها نشر فيديوهات متنوعة كل خميس الساعة 8 والرابط هسيبه لكم في الوصف وفي اول تعليم مسبق بيبدأ في الميناء مع سوكس اللي بيصحى من النوم وابنعرف انه وجات له دعوة لمبنى وباللاحظ في الوقت ده كذا واحد بيجاهز نفسه للمروح لنفس المبنى وبيجروا وسط الشوارع وبيقدروا فعلا يوصلوا لموقع المبنى اللي هم عايزينه وبيدخلوا وبيكون كل الشباب مش عارفين بعض بس بنعرف ان كلهم تم استدعائهم بدون ما يعرفوا اي تفاصيل في المبنى ده وبيكون وسطهم اندري الوحيد اللي كان جندي وفاهم في كل الاسلحة على ارض الواقع وبينشوف ان في صوت بيكلمهم وبيقول لهم يلبسوا اللبس اللي في الخزانة وبعد كده يتحركوا وفعلا لما بيتحركوا بيلاو الصوت بيخليهم يعرفوا بنفسهم جوى اللعبة وفعلا اطلس بيعرف بنفسه وبيفهم ان استدعائهم كان لتجربة لعبة معينة جديدة وبعد كده بياخد معداته وبينشوف كمان ريبر وبيقول ريبر لاطلس انه هو سمع على تكنولوجيا الملابس ديت وانها بتعيش الانسان في لعبة كي انه عايش فيها في الحقيقة بالزبط وبعد كده بتقول ان ده صح وان البدلة ديت بتخلي اللي يلبسها يحس بكل الاشياء اللي بتحصل ليه في قلب اللعبة وفعلا اللي بس بيفل عليهم بقوة وبينشوف ان الكل بيلبس البدلة الا ماركو بس الصوت بيقول ان التجربة مش هتبدأ الا لما كل الاشخاص يلبسوا البدلة وبيحاول يخرج ماركو من المبنى بس بيلاقي الباب مأفول ولما بيعرفوا بقي اللعبة بيتخضوا وبيخافوا وبيقول واحد منهم لماركو يلبس البدلة بسرعة علشان كل واحد عايز يرجع لما صالحه وفعلا هو بيعمل كده وبيلبسوا كلهم الاقنعة وبيحسوا انهما في الواقع بجد وانهم مجندين وفي قلب ما كان مهجور بيجي ليهم راقيب في اللعبة وبسبب وقعيته في الكلام بيجيلوا الخوزة وبيعرفوا انهو مش موجود في الواقع فبيرجعوا للعبة وبينشوف ان الراقيب بيوديهم يختاروا اسلحتهم وبعد كده الراقيب بيقول ان الطلقة الاولى بتكلف الدرع وبعد كده الطلقة التانية بتكلف الموت وبيجرب طلقة على ماركو فبيحس فعلا انه توجع لما درعه بيتشال وبيكونوا مستغربين جدا وبيقول الراقيب ان اللي هيفوز وهيفضل في الاخر هياخد مئة الف دولار وبيديهم حوانا علشان اللي يموت يقدر يعالج نفسه بيها وواتا بتبدأ اللعبة وبينشوف ان الجندي اندري هو اللي بيرشد بقي اللاعبين وبنعرف ان فيه لعبين كتير معاه وبيجي عدوي لهم فبيتلوا اندري وبنعرف انهو حصل على نقاط وواتا بينتلوا للمستوى اللي بعده وبيلاهو اسلحة اقوى فبياخدوها وبيعلمهم اندري عليها وبيبداهو في المستوى التاني ولما بيلاهو شخص تاني بيقدر اطلس هياتله وبنشوف ان الريبر بيلاي عدوه وبيضرب على نار بس لانه مش محترف مش بيتيجي في الشخص اي رصصة وبيكون هياتله فبينقذوا اندري وبياخدوا رصصة مكانه وبيخسر درعه بس بياتل الشخص وبنرجع لشخص من الاشخاص بيقدر ياتل عدو بس عدو تاني بيضربه بالنار وبيخليه يفقد الدرع وطالها تانية بياتله وواتاها اللاعب ده بيفضل يتوجع فبتيجي ليه لعبه شيلي وبتستغرب انه بيتوجع بجد ولما بيتشيل الخوزة بيتلاقيه حتى في الوقع بيتقلم جدا فبتنادي اندري اللي بيعالجه بالحونة وفعلا بيتعالج اللاعب بس بيقول ان دات مش لعبة وانه حس انه فعلا بيموت في العالم الحقيقي فبيشيله كلهم الخوز وبيبدأوا يتوتروا جدا ويقولوا انهم اتحبسوا وهيموتوا وبنعرف انهم مش قادرين يخلعوا البيدل وبيفضلوا يقولوا ان ده ممكن تدريب من الجيش او برنامج تلفزيوني وبيبدأ اطلس يشكف اندري ويقولوا انه هو المسؤول على اللي بيحصل وانه ممكن بيعمل لهم اختبار في الجيش لانه جندي وفعلا وقتها بيده اندري وبيروح لوحده في الحمام ووقتها بنشوف ان الاعداء بيعيشوا تاني فبيحس اندري بحركوا في المكان مع انه مش لابس الخوزة واول ما بيلبسها بيلايه عدوه ووراه وبيتله ومش بيكون مع اندري حونة تعالجه وبنشوف ان في الوقت ده اللعيبة بيسمعوا صوت فبيلبسوا خوزهم وفعلا بيدرب عدو نار على شخصه وبيتله وبيفضل اندري يتألم في الوقت ده وبيطلب مساعدة بس ما حدش بيسمعه بس اللعيب اللي خده الرصاصة بيعالج نفسه وقتها بنشوف ان اندري بيموت بجده والمستوى بيخلص وبقى اللعيبة وقتها بيروحوا ليه وبيلقوا ميت فبيتصدمه فبيفهموا ان اللي بيعمل كده هو الخوزة فبيقول لعيب لا اي حد يكسرها ليه وفعلا لعيب بيوافق بس شخص اسمه ادوارد بيقول له باداش وانه خايف عليه بس محدش بيتم وبيفضل اندري باللعيب بس الخوزة مش بتنكسر والصوت بيقول لهم ينتلقوا للمستوى اللي بعده بس بسبب عدم سمحهم للكلام بييجي لهم الراقب وبيضرب ماركو اللي عايز يكسر الخوزة فبيفهموا وقتها كلهم انهم هيموتوا في المبنى ده وبيقراروا يكملوا وبينتلوا للمستوى اللي بعده فبيقول لهم الراقب هناك ان المستوى ده الغاز بيتصرب في كل مكان فلو استخدموا اسلحها ينفجروا ولازم يستخدموا ساكاكين وفعلا هم بيعملوا كده وبيتلوا الشخص الوحيد في المستوى ده فبينتلوا للمستوى اللي بعده وبيتشوف انهم بوافضل في القتال ولكن ريبر وسوكس بياخدوا رصاصة من شخص وبيحتضروا بس شيلي بتدي ريبر حونة العلاج وسوكس في لعب يدي الحونة وبعد ما بيخلصوا المستوى بيشوف انهم بيكونوا خايفين جدا فبيحاولوا يكسروا ازاز المبنى علشان حد يسمحهم ولكن بيطلع ان هو قوي جدا وفعلا ماركو بيعمل شرخ في الازاز فبييجي للراقب وبيفضل يضربه لحد ما بيوقعوا من السلم وقتا رجله بتنكسر في الحقيقة مش في اللعبة فمش بيقدر حد يساعده والصوت بيقول ليهم ينتقلوا للمستوى اللي بعده فبيقول لهم ماركو ويخبوه ويمشو وفعلا هم بيعملوا كده وبيتكون شيلي حزينة عليه جدا وبنسمع وقتها صوت مستس جنبه وبنعرف ان هو هيموت وبنروح للمستوى اللي بعده مع بقى اللعبة وبنشوف ان اطلس بيتصبر رصاصة بس شيلي بتساعده بحقوة علاج والمستوى ده بيخلص هواتها اللعبة بيتعرفه على بعض اكتر وبيكون فاضل ادوارد وشيلي وزوكسي واطلس وريبر وطايلور وبيلعزوا ان كلهم موحيدين وان ما عندهمش حتى اصحابه وبيفهموا ان القاتل اخترهم علشان كده وبوقتها صوت بيقول لهم يتحركوا على المستوى اللي بعده وبوقتها بيلاقوا الرقيب بيقول لهم ان مهمته ما يستجوا بالشخص ده لانه الوحيد اللي يعرف رمز تعطيله القنبلة اللي لو انفجرت هتضمر المبنى بالكامل وان ده تاخير مهمة ليهم وايبوا احرار وفعلا بيتطوع ادوارد ويعذبه علشان يكسبه فبيقول له الشخص كلمة سر ولما بيدخلها ريبر بيتطلع غلط ولازم على اللعيبة يطفل قنبلة يدويا وإلا هتنفجر والكل يموت وبيتكون القنبلة في الدور الارضي وفعلا هم ما بينزلوا في المسعد للدور الارضي بس هو بيتعطل في الخامس ووقتها الكل بيطلع من المسعد الا اطلس وريبر وبالعز ان اطلس اناني جدا ومش عايز حد غيره يكسب ولما الباب بيفل عليهم بيكمل لوحده للدور الالت وبيفضلوا يكمله في طريقهم وبيهدد اطلس ريبر بياتله لو ما تحركش هو الاول وفعلا بيتحرك ريبر بس الشخص بيجي ليه وبيقتله ووقتها بيحس اطلس بالزنب جدا بس بيكمل في طريقه ولما تايلور بيتنزل للدور الالت اللي هو فيه وبتاخد حونة علاج هو بيقتله وبياخد الحونة منها ولما بيجي سوكس للدور الالت بيلايها ميتة وكاتبة اسمه اطلس فبيفهم ان هو اللي اهتلها وبيحاول يهتله بس مش بيقدر وبيضربه على الخزة بتاعته وده بيخلي الراقيب بييجي ليه وبيفتكره عايز يخلحها وبيخنوه لحد ما بيموت فمش بيبقى فاضل غير شيلي وادورد وسوكس وفاضل سبعة دهية بس على انفجار فبينزلوا التلاتة للدور الارضي وفعلا بيشوفوا القنبلة بس بيكون حواليها اعداء فبيحصل اطلاق نار ما بينهم وبيجوف ان سوكس بينضرب بطالة وبيحتضر وبيكون معاه اخر حونة علاج بس بيلايه شيلي ان ضربت برصاصة فبيروح وبيعالجها بالحونة وهيوة بيموت فبتتصدم شيلي وبيتزعل جدا وبتكون هي وادورد بس اللي عايشين وفاضل سوان على القنبلة فبيبطلها ادورد وفعلا بينجحوا في المهمة وبيكونوا احرار بس لما بيجي الرقيب وبيشكر اللي عايشين بيتفاجأ شيلي بان الرقيب بيقول اللي بيقوله ادورد وابتفع من ان هو العمل كل ده وبيجو رجالته وبيده اللي يجيلي منوم وبنشوف ان كل اللي ماته بيخبهم وبيمحوا كل اثار اللي حصل ولما بيتفوه بتلاقي ان ادورد لابس بدلة ووضع لي رجل اعمال وبيديها المئة الف دولار وبيقول لها ان محدش هيعرف على اللي عمله لان ما فيش دليل وبيخلي شخص من رجالته اديها منوم بس هيها بتقدر تدي للرجل المناوم وبتاخد سلاحه وبتطفل انور فبيقول ادورد اللي رجالته يقتلوها ولكن المفاجأة انها اللي بتقتلهم لانها اتضربت على ضرب النار بسبب اللعبة وبتهدد ادورد وبتسأله ليه بيعمل كل ده فبيقولان فيه ناس اغنيها بتدفع علشان تشوف عذاب الناس وانه اللي بيصمم اللعبة ديت فبتفهم شلي انه هيعمل كده كتير فبيتخلص عليه وبتخرج اخيرا من المبنى اشتركوا في القناة